ينتظر سكان حلب بفرغ الصبر الإعلان عن شروط ومواعيد هدنة 48 ساعة والتي دعمتها موسكو هدنة ستدخل المساعدات الإنسانية المتوقفة منذ أكثر من شهر والأهم حقيقة بالنسبة لهم استراحة مؤقتة من الهجمة الجوية العنيفة التي تقتل وتدفن العشرات يوميا تحت أنقاض منازلهم هذه الهدنة تأتي بناء على دعوة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا الأسبوع الماضي وأعلنت موسكو أخيرا دعمها وموافقتها عليها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية هذه المساعدات التي نتحدث عنها تتعلق بحسب ما أعلنت موسكو بالأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة والأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات نظام وستدخل عبر طريقين مختلفين وقالت الأمم المتحدة إن شاحنة محملة بالغذاء والدواء والمياه مستعدة للتحرك فورا لتوزيع حمولتها في حلب بيد أن الأعلان الروسي قوبل بتشكيك من المعارضة السورية ومن مصادر غربية على حد سواء مع استمرار التصعيد العسكري على الأرض الهيئة العليا للمفوضات رحبت بالهدنة لكن شريطة الالتزام الفعلي بها وفق آلية دولية للمراقبة وأبدأ دبلوماسيون غربيون ترحبا حذرا في حين أثاروا شكوكا بشأن دوافع موسكو وشددوا على ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية عملية إغاثة مستمرة فالتحدي سيكون في الترتيبات المتعلقة بالعمليات والتأكد من أن هناك وقفا حقيقيا للقتال لا يتم استغلاله من قبل روسيا ولا النظام عسكريا لحجد القوات لهجوم آخر بعد كسر المعارضة الحصار المفروض عليها في شرق حلب مريش حادي العربية